تقول يعني لماذا خلق الله جل وعلا في ستة أيام وليس بيكون فيكون يا تحسين الله يبارك في الجميع ويحفظنا وإياكم ويبصرنا يا رب الله عز وجل على كل شيء قدير عندنا قاعدة مهمة أننا ما يجوز أن نقول لماذا ربنا ما فعل كذا لا ما يجوز الله عز وجل قال وإني قال جل وعلا عن نفسه فعال لما يريد وله الأمر يدبر الأمر وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى ولذلك ربنا جل وعلا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كن فيكون فالمرء لا يسأل يقول لماذا كذا فالله لا يسأل عن ما يفعل نحن الذين نسأل لكن ما في بأس للإنسان أن يقول مثلا ما الحكمة لأنه أكيد له حكمة أفعال الله منزهة عن العبث منزهة عن كونها مشروع أو مخلوق أفعال الله خلق الله أو مثلا ما يجوز أن يقاوى الله ليس لا لا كل شيء له حكمة فالله عز وجل منزه منزه أفعاله ومخلوقاته عن أن تكون من دون حكمة أو هكذا لعبث الحكمة أن الله عز وجل بيّن بأنه الذي خلق الأرض في ستة أيام إنما أراد من الناس أن يكونوا على نظام وعلى تؤده وعلى حلم وعلى أناه وأن لا يستعجل الأشياء وأن لا يستعجل الأشياء عز وجل خلق هذه الأرض الذي قادر بأن يقول لها كن فتكون في ستة أيام لهذه الحكمة ولذلك خلق الأرض ثم خلق فيها يعني وضع فيها أقواتها وأرزاقها ووضع فيها الجبار والأشجار والأنهار هذا يدل على أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأن الله جل وعلا الحليم سبحانه وتعالى الرؤوف والعباد لا بد أن يأخذوا من هذه من صفات الله عز وجل هذه ما يكون عمليا في أخلاقهم وفي تعاملاتهم وفي تصرفاتهم